طورت التشكيلة بتاعت كده وزبطت فيها شوية مراكز علشان خطر المراكز اللي كانت موجودة مش عجباني واشتريت حاجات عجباني بس يا رب تعجبني في ارض الملعب بس مبدان كده اشتريت اللعب اللي نفسي فيه واللي انت اكيد شفته من الصام نيل وهو ايرلينج هلان الوفر مية يا رجالة وانا ما طورتوش ومرضيتش عمل اي حاجة ومرضيتش عمل اي حاجة غير لما ينصور فيديو اليوتيوب كده على رأي يعني كان ممكن نطلع معليها اللايف بس انا قلت لا الناس بتاعت اليوتيوب اولى الناس كده اي اللي معي وموليين معي الحيكة ويلا عمل لايك انت مش عمل لايك واشترك في القناة لو انت مش مشترك علشان هنرزع الحيكة كده ونود الكلام في ده اوليك ايه تاني جبته وايه تاني هجيبه وبعدين مع بعدينا كده طب اكده عن فيه تحت القناة بنتكلم فيها عن مشاكلنا يعني كده اسمها هادي على القهوة هتلاقي فيكم منتو مثبت منها دايما كده في الكومنت هتخش على القناة كده وتفرج وقول لي رأيك كده في الفيديوهات ونقشني هناك في اللي احنا بتكلم فيه ونولع فيه الحيكة طب جداعا جبت في ال 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 و فينيسيوز جونيور للمرة التانية وبصراعة ربنا انا عجبني اللي فات ونتمنى ان انا اساسا بيعت اللي فات بس يعني ايه جبت النسخة الاعلى منه اللي هي اعلى منه واحد بس كده هنطورهم مع بعض ونولع بيهم الحيكة بلعب بديونج هنا على ملوات بلنجهام الخمسة وتسعين يرخص حبه علشان هو الاسعار فيه عليها تعالى ورورة بصوا جداعا شايفين بلنجهام انا مستني بلنجه ونولع بيال حيكة مهم يلا بينا كده نضرب هلند بس هنضربه بلعب جاهز لان انا ما عيش فلوس وصرفت كل فلوس اللي معي مش مخلي غير فلوس معينة كده البلنجهام عشان ييجي كده وارب بس الفلوس تقدي بصوا انا فيه لعب كده معينة هحطه فيه بصوا يا جدعان شايفين انا هضحب مين هضحب زانيبتي الخمسة وتسعين علشان خطر نحطه على طول كده في ايرلنج هلند العشين وطبعا ايرلنج هلند لو طولها وحش مش هنغيره وحت لو طولها وحش هنفضل نقول عليه حلو وهنطبله لان هو خلاص كده ما فيش تغيير تاني التشكيلة خلاص انا صرفت كل فلوس اكتر من مرة بيعت واخسرت وكسبت وعملت وربنا سطر معي بمقايدات وحورات وده القلطم يعني مفروض ده يقدي في الماء النهاردة لو ما قداش الدنيا تخرب والله دي نبقى يالله يا عام ولا الحكاة يا عام كده وطرش الدنيا كده وورين اوه سرعته بيت مية وعشرين والتزديد مية اتنين وعشرين ولسه هنديله مهارة طيب هنزود نقاط المهارة بتاعته بقى اللي هو الانا اكيد اكيد يعني بص انا عايز ازود المهارة البرعى يعني بشكل عام لان انا اساسا زويت التزديد قبل كده لمهاجمين وما كانوش بيقادوا احلى حاجة وغير كده كده اللي انج هالند التزديد بتاعه طرش لوحده وتمنى كده ان الديني تزبط اكتر واكتر فهنديله المهارة البرعى علشان خاطر يزيد السرعة ويزيد المروغة والحورات اللي زي كده بقت سرعاتهم مية سبعة وعشرين والتزديد مية اتنين وعشرين البد من الارقام كده ان هو جبار ويعني اوفر مية فيا رب يزبط النهاردة معنا اعمل لايك اصلا اعمل لايك اصلا كده ولا حيكة وفي قناة تانية اصلا روح تشوفها كده وتروش فيها الكلام ولا فيها الحيكة طيب اخويا الفينيسيو جينيور اخويا الفينيسيو جينيور احنا عايزين نتورك النهاردة على الرائع على قد ما نقدر يا رب بس كده ايه يعني نتورك كده حتى ان شاء الله خمستاشر رانكو ولا حاجة كده عشان تزبط معنا بص انا بطور بس باللعيب الخض عشان خاطر يزبط معنا جوا يا رب يكمل معي والله العظيم الفلوس اللي معي خلصانة ولسه اساسا فرنبونج اعايز احط له اتنين ماسكرانو احط له اتنين ماسكرانو كده يولع به ملحكة عشان خاطر يبقى عشر رانك بس الكلام ده مستنيين بلينجهام الاول لازم نجيب بلينجهام لو جدنا بلينجهام والدنيا بتاعته حلوة ومظبوطة وجيبته متطور عشان حتى يتطور خمستاشر رانك بس ساعتها ايه هحط الاتنين ماسكرانو لفرنبونج ما اتلاش بساعة هنجيب النسخة العادية نحط الاتنين ماسكرانو على حساب سعره بس سعره عمل بينزل واتمنى انه ينزل اكتر واكتر ويوصل تلاتين مليون يا رب لو وصل تلاتين مليون يبقى هنعرف ان يجيبه زي ما احنا عايزين طيب احنا هنطور بنيسي الجونيور خمستاشر رانك بس كده نقدي به شوية وهنزود له المهارات بتاعته علشان نقلع الحكم اها السرعة بتاعته مية وتلاتاشر هي مش احلى حاجة مية وتلاتاشر بصراحة ربنا والتزدي ستة وتسعين برضو مش احلى حاجة طبعا برضو هنزود له المهارة البرعة المهارة البرعة عشان يزيد التسارع وردود الفعل والرشاقة يلا بينا لا بس استرنوا ده لسه لسه في مقاتل مهارة ده اصفر ده اصفر ده اصفر ده اصفر ده اولا لحيك نحط له منشئ صغرات ونحط له واحدة مروغة يعني هيبقى كارت تحفة التحف طيب زي ما احنا شايفين كده الكارت نط نط غريبة وعجيبة يعني فان بص نط بمية خمسة عشرين سرعة مية واحد تسديد مية وعشرين يعني حاجات تحفة بصراحة حاجات طيب انا مش هبخل عليه انا عايز اطوره تاني بصراحة ربنا مش هبخل عليه عايز اديله كده تدريبية مسلا الليفل تاني ولا حاجة كده بس لو الليفل ده بزات سرعة يا رب زات سرعة فانا هديله لس كده 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 لحد كده ونخلي اللعيبة التانية دي معنا يعني عشان نطور بها التاني لما يجي تبقى معنا حاجات تسند كده برضو على الرأي يعني مية تمانية وعشرين سرعة ودينا بتاعته حلوة طيب لي ده تشكلها بتاعتنا النهائية هنخش نجرب بيها كده كمات شخصية كده في اليوؤس ات BLEEN نرزع بيها الحيقة نجرب هالند نجرب فينيسيوس في اعمل لايك كو اعمل كzet اعمل اك يا صesting فافكرك است مازل لايك كيست هدتها مش هعمل هون دلوقتي تلا ال 4.000 تقريبا على العالم 3.1.000 ihm براحة في الليف انزلت كتير اوي وطلعت كتير اوي يعني عادي تنزل وعادي أطلعت نزل ولايف كان بشع بصراحة. ولايف كان كل غضب ومتدايق ومتعصم ورب بس في في اليوتيوب ده نهد الدنيا. داخلين ضد وقت تسعمية اتنين وتسعين. اه لو خسرنا ياخد كتير ده. عشكلة بتاعته فيها كريستان رونالد وينبابي وخولد دي ايه ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم. يا رب يا حبيشة اتقدي. يا رب يا حبيشة اتقدي. وعشان ايه اطلق عليك لقب غير حبيشة بس خلاص يا ولا يا عم اصطر يا عم اتفلوا اتفعلوا عايش هده خلد عايش هده خلد بتاخده قراف دهرك. يلا يا فرنبونج ايه يا جرمالدو? يا جرمالدو ولا ايه يا جرمالدو? ينهري سويدة. سكنا الهدف الاولاني من بلنجام. طيب يا جدعان ينتعي الشروط الاولاني بواحد سفر بهدف رائع من صراحة من بلنجام والخصم يعني بيلعب كويس يعني طرش طرشوه كده بالنجام حلوة يا رب الشروط اتناني كده نقدي. يا زمالي يلا يا خوي يلا يا كده عني يبقى فينسيو الجونيور هو فينيسيو جونيور ولا الحكاة ديونج انا بقول ديونج جامد والله ديونج مقدي يعني انا بص وشاري فينيسيو الجونيور وشاري علي انت وقل مقدي ديونج انا مش عارف ايدا. نقفل عايش عايش هاتور ايه والله. لا لا ايدا نقفل نقفل ولا بنقفل? الله يا فرنبونج الله. اللي حبيش. يلا. هيلته هيل بتاعتك اخ 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 ايوة ايوة ولع الحكا يا فينيسيو الجنور. اعمل اعمل المتابعة كده للقناة وولع الحكا عشان يعني خلص قربنا على ال 15000 بالتكتوك يعني فاولونا الحكا. الناس لعني تيوب برضو تزبطنا يعني الناس لعني تيوب تزبطنا يعني كده هنا ولع فيها الحكا. يلا ادي الجرمالدو. جرمالدو يزيد عادي. ادي الفنيسيو الجنور. يلا احبيش عايزين اتجرب حبيش يا ايه ده ايه شو تدي؟ هتنتهي المباراة باتنين واحد فصة حقلينة يا جدا يعني لدرجة ان الخصم متدايق وعلى الرايق يعني. خدنا تمن تلاف كاس في الحلو منه بصراحة في الترشوية. تعالوا بصة نلبس لبس البدلة. نلبس لبس البدلة عشان انا مالبس لبش ده كتير في اليتيوب. بقى من دلوقتي بقى نخش مباراة كاملة عن خلاص زعبها لحكاية جدا عنه. ولو حابين بعد ما يجيب ان شاء الله بالانجهام يعني لو وجبته في الايام اللي جاية يعني اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان بحب اعرف رأيكم كده وبقى انا كل الكومنتات وبرد على كل الكومنتات على فكرة فيش كومنت وبسيبه على فكرة. حتى الناس اللي بتكتب لي اول على الفيديو انا برد عليها. فاحنا اجد عن الوصل لحد اللحظة دي هما اللي بيهموني وهم دول اللي هيردوا على في الكومنتات تحت دلوقتي. لو حابيني ان انا اعمل فيديو نص ساعة او ساعة لربقة وزي ما احنا بنعمل كده فيديوهات بعد ما زبط التشكيلة للمرة التالتة. ويكون فيها ارلنج هلا بنلعب بها جيمات بليهات على حاجات زي كده من غير في اسكام. وننزلها برضو زي ما احنا بننزلها حلو. عشان انا لقيت الاقبال تاريخي بصراحة على الموضوع ده. بس انا كل مرة بستأذنكم. فعشان كده بيكونوا الاقبال تاريخي. فانا بستأذنكم دلوقتي. هل انا ازل فيديو طويل الجيم بليه حلو. محترم بعد ما جيب بلنجهام واثبت على التشكيلة واطورها كلها كده ايه تكون مرتاحة ونولع فيها الحكاة فولا ايه الدنيا. الناس هنا بتحب الجيم بليه وده احلى حاجة. ايه اصلا ما تخش تاخدهم الكورة. اه تخش تاخدكم الكورة. انا احلى حاجة بس عملتها في قناتي ان انا فعلا والله العظيم. الناس اللي بتتفرج علي بقت ناس بتهتم بالجيم بليه. يعني انا بلاقي فيه مصنفين. وحتى التعليقات بتاعتكم بحس ان هي لمية��وات 만들 بمحضن الناس. ناس ناضجة بصراحة. غير الناس العالتيكتوك بصراحة يعني. من غير الزعل يعني. لقد متابعاني على التكتوك فانت اخويا برضو. مت اخويا بس الناس اللي�리 تتفرج عليها على ايتيوب من زمان. الناس بتلعب جيم بليه محترم يعني ناس مصنفة مش عارف ايه. حتى بيبهموا التعليقات بتاعتهم. انما مازال بيجرق بيتك يا اويرات. يجرق بيجرق اك يا غلط. نعم الناس اللي على هاتيوب دي انا بحيس بيكتب لي كومنتو او بيشرح لي طريقة لعب او بيقول لي مسلا هاي دي انت غلطت في كزا ولا عملت كزا ولا بيبرر لي مسلا المدافع ليه غلط الغلطة دي بحيس الناس عقلة. بصراحة ربنا. فانا مبسوط ان انا حتى في فيفا يعني لمت الكميونيتي دي حوالي. لمت الناس المصنفة اللي بتلعب فيفا اللي هو اعلى من مليون حوالي. دي انا من بسطني فاشخ بصراحة. دي بسطني فاشخ. ان ما عندك على تيك توك اجارك الله. اجارك الله عاش ياد يا كارفالي ياد عايش يا انت تفتكرش ياد ان انا اعدي لك اللي انت عملته ده مغير ما اقول لك عايش. لازم اقول له عايش بصراحة. لازم اقول له عايش للرجال. الرجال الحال ويخرب بيتك يا ويران. على فكرة كده عن فيه كومنت تكتب لي من بعلي. يا رب بعلي يشوف الفيديو ده بس كده عشان يعرف انا اتكلمت عنه فيه. بس ان شاء الله كده ما نتسكعش هدف. بقول لي ايه? قال لي هادي بص. عشان اجيبها لك على بلاطة. انا شاري لعيبة بمليار. مش فاكر الرقم اللي قال له. ايه قال لي مليار ولا مليار ونص مش فاكر بصراحة. قال لي شاري لعيبة بمليار. والتشكيلة بتاعتي ما بتقديش. عارف عشان تقدي بعمل ايه? وعلى فكرة هي حاجة غريبة بس حاجة انا حستها بقولت اقول عليها. برغم ان ده غلط. بس يعني انا حسيت ان ده بيحصل. قال لي حطيت وسطيهم لاعب مش مترنك. لاعب ضعيف. بلعب به كده. تمام? اه فقال لي لقيت التشكيلة بتقدي. فانا حاسس كده قوي بصراحة. يعني حاسس تشكيلة لما تبقى قوية زيادة اطلع 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 عايز اديك عرضيه عايز اديك عرضيه عايز اديك عرضيه. ما حنا خلاص بنا بنلعب عرضياته اوه. هدربة جزاكة بس كده. هدربة جزاكة طيارة الايران. فابو علي قال لي ايه? قال لي لما بحط وسطيهم لاعب ضعيف بلاي التشكيلة قدت بكتير خالص من التشكيلة كلها التشكيلة كلها بحسن كلهم متحجروا. كلهم بقوا مورفين. دي حاجة انا حسيتها في اللعبة. يعني انا بحس لما بيبقى معي تشكيلة فاشيخة الدنيا بتبقى عطلانة. لما تحط وسطيهم لاعب كده زياد يونج. لاجت لاجت تشكيلة قدت. لاجت تشكيلة كلها حلوة. بص هي حاجة كده انا حسيتها بس ايه ممكن تكون بالتسعين في المئة وغلط وممكن نكون مسلا النت بتاعها كان وحش. بص هي بتجمل كل احتمالات. جرب 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 جرب. بس حط ما تحطش به. ما تحطش لعب وحش قوي يعني. فحط لعب زي ديونج. لعب انت مقتنع بي. لعب انت بتحبه. حط لعب زي بلنجهام التسعين اللي احنا واخدونه من اول سيزون لو ما كنتش حاطته في مقايدة. اعمل حاجات زي كده. فاهم? ولا الحكاة في حاجات زي كده. اوصل لحد اللحظ دي اجد انا ما شافش قناة هادي على الاهوة دي اجد انا فايته كتير والله. فايته كتير. اوصل لحد اللحظ دي انا متأكد انها بيحبيني يعني. متأكد انها بيحبيني لدرج انها يتفرج لحد دلوقتي. يا اصلي معليش. عارف لو انت تفرجت لحد دلوقتي ده معناها ان انا لها حتة في قلبك كده. الحتة اللي في قلبك دي يا اتخلين اقول لك روح اتفرج على عدو البابا لان انا كمان ليك حتة في قلب هناك. هتلاقيني بكلمك زي يا اخويا. فاهموا الناس اللي هناك بقى انا بعرفها وفيهم ليهم عزة خاصة. زي الناس اللي هنا بصراحة. يعني فيه كام كومنت كده كل يوم لو ما تكتبوش. انا بحس ان دول لأ اللي هو الفيديو ايه ما عجبهمش النهاردة طب شافوا الفيديو في الصمت طب ما ايه طب ما كتبوش كومنتات ليه? بو والله بافضل السل نفس كده برغم في كومنتات كتير. بس في ناس معينة كده انا هحافظهم. ناس كم معينة كده انا مرتاح معهم بصراحة. يا جير مال ضوء هيتترد علينا بمرتدة كنا هندفشي اخوالله. طب اقفل ادفاع بقى. اقفل ادفاع يالن هاري سود فتحنا الدفاع. اي وا كده رجع للفندرسور لو جاب الادف الاول هيجيب التاني. فاحنا نتقل كده بالله نتقل كده بالله ونلعب كويس عشان ما نطلوش الدنيا ويا جدعان زي ما قلت لكم اكتبوا لي طاعت في الكومنتات لو حابين ان احنا نلعب بالتشكيلة دي نص ساعة ساعة ربع براحتنا الود فينيسيوس جينيور ليه يا فينيسيوس يا جينيور ليه يا فينيسيوس يا جينيور ماشي ماشي سأل الله اكيل الود يونك معدي تحس كده تحسه زي ما كل متطور تلاتين رانك الله العظيم الله العظيم ما بهزر الود يونجل وبص انا مقافه فين مقافه عند الحتة دي تحس لعب متطوره تلاتين رانك يعني ده ده مش لعب مسلا تسعين عادي لا ده لعب متطور تلاتين رانك ما ان اقسم بالله مديله خمس رانكات بس فهم مديله خمس رانكات بس مولى على الحكة طرش الكلمات انا اخلص الفيديو ده وبعد كده عطلها راح اطلع ليف مع الشباب على التيك توك يلا النهار ده اتخرت عليهم ساعة انا مفروض كلهم بفتح الساعة سبعة النهار ده فتحت تماني عشان كنت راجعة من جم تعبان وعدت اكل لقيت نفس ايه كسلت قلت بعدها انا من نصف ساعة كمان عشان اعرف افتح ونا فاي يلا يلا يا حبيشة والنبي اصطعاد هدفي خربت سنينك عايز اصورك يا اخي عشان تتحط في الصمن ليبني ماشي ماشي يا حبيشة ماشي يا حبيشة ايه 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 بالراحة بالراحة يعني بالراحة بالراحة طيب انا اه صح اخر حاجة بس عايز اقولها كده اللي الناس رتفرج عليها اللي وصل لحد لحظة دي انا ليه بدأت لعب عرضيات سلفر كله بقى بيلعب عرضيات فعارف اللي هو ايه انا حاسس كده اللي هو ايه انا فيه اهداء فيه فيه متشاط بديه عليها بسبب عرضيه طب ما عملش انا ليه الحوار ده ان انا ضيع على الناس متشاط بسبب عرضيه انا عملها فانا قررت انا التاني عمل عرضيات واعمل قبضة البابا بس كل شيء مباح هعتبر ان اللعبة دي بات الريال والله العظيب بات الريال خوش ولعب الهام ان انت تطلع بعدد اهداف زي كده بس الهام ان انا مسلا عقود اتعصب واطلع من الماتش متضايق وكنت بلعب معا نظيف وفاخرها رح سكعنا عرضيها لا والله هفشخ الناس كلها بس فاحنا ننفعل على كده ونتابل تاني بعدين اكتبوا ليه تحت في الكومنتات اسلام رأيكم وصلا موسيقى